بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى فلا عدوان إلا على الظالمين صدق الله العظيم لليوم الخامس والعشرين يشهد العالم ما يجري في فلسطين المحتلة وما يتعرض له قطاع غزة من عدوان إسرائيلي أمريكي غاشم حيث المجازر اليومية والإبادة الجماعية والدمار الشامل والحصار الخانك كل ذلك أمام مرأة ومسمع العالم وبدعم أمريكي غربي لا محدود للكيان المجرم ثم ما يلاقيه قطاع غزة من ضعف النظام الرسمي العربي وتواطئ البعض مع العدو الإسرائيلي وأمام كل ذلك كان لابد للشعوب العربية والإسلامية أن تقول كلمتها وأن تنتصر لغزة ولأطفالها ونسائها ونحن ومن واقع الشعور بالمسؤولية الدينية والأخلاقية والإنسانية والوطنية واستجابة لمطالب شعبنا اليمني العزيز ومطالب الشعوب الحرة ونجدة لأهلنا المظلومين في غزة كان لابد للقوات المسلحة اليمنية أن تقوم بواجبها بالتوكل على الله وانتصاراً للمظلومية التاريخية للشعب الفلسطيني العزيز وعليه وبعون الله تعالى قامت قواتنا المسلحة بإطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ الباليستية والمجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة على أهداف مختلفة للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن هذه العملية هي العملية الثالثة نصرةً لإخواننا المظلومين في فلسطين وتؤكد استمرارها في تنفيذ المزيد من الضربات النوعية بالصواريخ والطائرات المسيرة حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي وتؤكد أن موقف شعبنا اليمني العزيز تجاه القضية الفلسطينية ثابت ومبدأي وأن الشعب الفلسطيني وأن للشعب الفلسطيني الحق الكامل في الدفاع عن النفس ونيل حقوقه المشروعة كاملة وأن ما يزعزع المنطقة ويوسع من دائرة الصراع هو استمرار كيان العدو الصهيوني في ارتكاب الجرائم والمجازر بحق أهالي قطاع غزة وكل فلسطين المحتلة وما النصر إلا من عند الله صدق الله العظيم الثلاثاء السادس عشر من ربيع الثاني الف أربعمائة وخمسة واربعين للهجرة الموافق الواحد وثلاثون من أكتوبر الفين وثلاثة وعشرين صادرون عن القوات المسلحة اليمنية في السادس عشر من مجلسة والمهاري